موسيقى في العام 2015 وقف دونالد ترامب أمام حشود مناصريه للإعلان عن ترشحه للرئاسة قائلا أستطيع إطلاق النار على أحدهم في منتصف الجادة الخامسة في نيويورك من دون أن أخسر أي ناخبين حينها بدأ هذا التصريح مبالغا فيه لكن تطورات الأحداث التي وكبته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أثبتت لداعميه وللمشاككين به على حد سواء أن تأثير الرئيس السابق على الساحة السياسية الأمريكية والتركيب الحزبية والاجتماعية للجمهوريين أمر لا يستهان به في ظاهرة حملت اسمه وبادت تعرف باسم الترامبية السياسية فما هي أسباب هذا التأثير المتزايد لشخصية كانت بعيدة كل البعد عن السياسة وعن الحزب الجمهوري وهل غير فعلا من هوية الحزب التقليدية ودفعه نحو الشعبوية كيف سينعكس نفوذه على سير العملية الانتخابية والشارع الأمريكي وسط تراكم الدعاوى القضائية بحقه؟ وهل هناك تخوف فعلي من زعزعة أنصاره للاستقرار الداخلي في حال إدانته أو خسارته؟ أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف معنا هنا في استوديو جابريال نورانا المستشار الخاص السابق لوزير الخارجية مايك بومبيو في عهد ترامب معنا أيضا جون فيري المتحدث السابق باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري دانيس هاستر والخبير استراتيجي في الحزب عبر زوم ينضم إلينا ديفيد كيل جونستن الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بولتزر للصحافة والأستاذ المحاضر في جامعة سراكيوس ومؤلف كتاب صناعة ترامب أهلا بكم معنا أغلبية الناخبين الجمهوريين لن يتأثروا في حال إدانة ترامب في القضايا المتعددة التي واجهها في دلالة على دعم قاعدة الحزب الشعبية له نشاهد معا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتقد ان العديد من الامريكيين يصوتون ضد بايدن اكثر من ترامب واعتقد ان هذه هي الحال من جهة الديمقراطيين ايضا اذ يصوتون ضد ترامب وليس لبايدن اذا ما نظرنا الى منصة الحزبين ما زال هناك دعم كبير وذلك لانهم يعتبرون بان كلا المرشحين قد قاما بعمل رائع في الاقتصاد والسياسة الخارجية والامن القومي وايضا فيما يتعلق بالاصلاح القضائي والحروب الثقافية وهي امور اعتقد للجمهوريون انهم قد خسروها لعقود لكنهم شعروا ان ترامب قد كسر كل القواعد والقوانين ليحقق انتصارات لم يكن ليتخيلها احد من قبل حتى المستقلون وهناك العديد منهم الذين لا يحبون ترامب على صعيد شخصي فهم يعترفون بانه ساهم بالكثير للاقتصاد واستطاع تطبيق الاصلاح الضريبي بالاضافة الى عدد من الاولويات الوطنية الاخرى التي على الارجح لم تكن ممكنة مع رؤساء اخرين لهذا السبب نرى هذا المستوى من الدعم المستمر ليس بالضرورة دعما لشخص ترامب لكن لترامب وسياساته وفريق العمل وماذا عنك جون كيف تفسر هذا الدعم من قاعدة شعبية لا يزال لديها الكثير من الحماسة للرئيس السابق انا اوافق مع ما قيل الان لكن اعتقد ايضا بان لديه رابطا عميقا مع المواطنين في وسط البلاد لانه توجه مباشرة الى ما يقلقهم اقتصاديا وحيال تغير الثقافات وهو امر لم يعجبهم وكانت لديه طريقة في التواصل بسيطة وفعالة ولم يكن سياسيا نموذجيا من واشنطن واعتقد هذا ما ساهم في استمرار الصلة بينه وبين قاعدة الحزب الجمهوري اعتقد ايضا انه بمجرد انه تعرض للهجوم بطرق عديدة ومختلفة مع ما نطلق عليه اسم حروب القانون في الاوساط المحافظة فقد رأينا انه في كل مرة تتم ادانته ترتفع نتائجه في الاستطلاعات الى مستويات جديدة فهناك شعور عام بان المؤسسة السياسية تسعى للهجوم على ترامب بالعمل كذلك فهم يهاجمون ناخبيه مما يجعله ذات صلة اكبر الى قاعدة الحزب الجمهوري اعتقد ان هناك 20% من الناخبين الجمهوريين الذين لا يحبونه وقد صوتوا الى نيكي هالي وقد يصوتون الى شخص اخر اما الى روبرت كينيدي او مرشح نو ليبلز لكني لست متأكدا ان كان العديد منهم سيصوت لجو بايدن لكن ترامب يتمتع بقاعدة جمهورية واسعة لم يتنبأ بها احد منذ اربع سنوات ودايفيد طبعا انت كتبت اكثر من كتاب عن الرئيس السابق دونالد ترامب وكما يقول جون هناك عدد من الدعاوى القضائية التي يواجهها الرئيس السابق لكنه يلعب هذه اللعبة بشكل ماهر دائما ما يمثل نفسه على انه الضحية يقول انها حملة مطاردة ساحرات وهذا امر يتحدث فيه مباشرة مع داعميه اعتقد ان ترامب هو اعظم فنان محتال في تاريخ العالم فانا اعرفه واكتب عنه منذ خمسة وثلاثين عاما وقد كشفت عن العديد من المحتالين وترامب ماهر للغاية كما ان لديه اشخاصا مقتنعين بامور مثل ما قاله ديفيد منذ قليل وهي امور غير صحيحة تماما ان اداء ترامب قبل الجائحة كان اقل من معدل مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية ان خلق فرص العمل في عهد ترامب كان ابطأ من عهد باراك اوباما عندما انتهت اثار الركود الكبير الذي ورثه اوباما لم يتسبب به لكن هناك هذه الاسطورة ان دونالد يملك هذه اللمسة السحرية فيما يتعلق بالاقتصاد وهذا امر لم يولد من حقائق البيانات التي تعكس ما يجري لذا اعتقد ان دونالد يملك قدرة رائعة على التواصل مع الشعب لكي يجعل الامور بسيطة ويتفادى كل الامور والتفاصيل المملة التي يدخل فيها الديمقراطيون لكن حقيقة ادائه لا تقارن بالاسطورة التي نجح بخلقها وغيبريل يعني ما يقوله ديفيد مرتبط بعض الشيء بما قلته عن ان الناخبين سيصوتون ضد بايدن وليس فعليا ربما لصالح ترامب وهنا تأتي المفارقة التي يطرحها الكثيرون ان البيت الابيض جو بايدن لا يوصل الرسالة الامريكيين بالشكل الواضح والبسيط كما قال ديفيد اعتقد حتى انه يمكن ان ننظر الى الحملة التي يديرها فريق عمل بايدن منذ عام كانت الحملة تركز على عبارة بايدن نوميكس في محاولة اظهار النجاحات الاقتصادية لكن بعد مرور عام اختفت هذه العبارة ولا يستخدمها بعد الان ربما كان يجب ان يركز حملته على تخفيض نسبة التضخم ونسبة البطالة المنخفضة لكنني كشخص اضطر في كثيرا من الاحيان الى تفسير ما الذي يحاول بايدن بيعه لا يمكنني ان اشرح ذلك باختصار لانني لا اراها بهذه البساطة كل ما اراه هو الحديث عن ترامب والحديث عن ان ترامب سيء ولديه مشاكل قانونية لذا انها رسالة ضد ترامب بدل ان تركز على انجازاته التشريعية او حتى اي رؤية خاصة بالفترة الرئاسية الثانية لا نرى ذلك كثيرا نرى ذلك من جانب ترامب الان اي ما ستبدو عليه ولايته الثانية وبعض السياسات التي سيتم تطبيقها ان عدم حديث بايدن عن السياسات التي قد يطبقها هو امر ذكي لانه قد يتعرض للهجوم لكنه لا يملك رؤية ايجابية برأي عن المستقبل لكي يمنح الامل للناس اذا منظرنا الى نتائج استطلاعات الرأي ان ايمان الامريكيين بالنظام الاقتصادي وفوائده لتحسين المستقبل هو في ادنى مستوى له وعلى مدى اربعين عاما كانت ثقة الامريكيين بالاقتصاد في ادنى مستوى لها اذا حتى لو نجح بايدن في ابقاء نسبة البطالة منخفضة فقد فشل في ايصال الرسالة الى الامريكيين واقناعهم بذلك اعتقد ان ذلك صحيح بسبب التضخم فهناك هذا الشعور المتزايد ان هناك طعاما اقل على موائد العائلات وان هذه الاخيرة تملك مالا اقل للمتعة والعطلات مما كان عليه الامر منذ اربع سنوات بغض النظر عما اذا كان ذلك صحيحا ام لا فهو قد فشل تماما في ايصال رسالته بينما ترامب وبغض النظر ان كنت تعتقد ان الامر خدعة ام حقيقة لقد اقنع الامريكيين بشكل صحيح انهم كانوا افضل حالا مما كانوا عليه في عام 2016 وبانهم سيكونون افضل حالا في عهد ولايته فهم يؤمنون بانهم سيكونون بحال افضل وجون يعني نرى اليوم بان بايدن يعتمد بشكل كبير او بدأ يعتمد بشكل كبير على الرؤساء السابقين على اشخاص مثل باراك اوباما مثل بيل كلينتون لجمع الاموال وليصال هذه الرسالة المفقودة حتى اليوم من قبل البيت الابيض ونقارنه بترامب ترامب يغرد خارج السرب تماما يعني لا نراه يعتمد على اي رئيس جمهوري سابق لماذا برأيك؟ اعتقد ان ترامب هو شخص خارج عن السرب تماما فليس هناك العديد من السياسيين الذين يرافقونه في حملته لانهم لا يحبونه كثيرا وخصوصا سياسيين المؤسستيين بينما بايدن هو شخص امضى عمراه في مجال السياسة وعمل فيها على مدى ستين عاما ولهذا فهو يحتاج لباراك أوباما وبيل كلينتون لينضمه الى حملته لانهما اكثر نجاحا منه في ذلك بكثير وهنا نرى المؤسسة السياسية تجتمع مع بعضها البعض لكي تدعم بايدن في انهاء السباق وتخطي خط النهاية وانا اوافق مع ما قاله جابريال بانه مهما قيل لدينا سجلال رئيسين فقد كان ترامب رئيسا للجمهورية وكذلك الامر بالنسبة الى بايدن والشعب يتذكر سنوات ترامب قبل جائحة كوفيد باعتزاز وهذا امر مثير للاهتمام لانهم يتذكرون الاعوام قبل كوفيد لكن ترامب اخفق في التجاوب مع كوفيد تماما مثل بايدن لكن يبدو ان بايدن هو الذي يتلقى اللوم على التضخم وهو هو ترامب يقول ان الحياة كانت افضل بكثير قبل كوفيد وقبل بايدن وهو يفلت بذلك وديفيد طبعا ذكرت الدعاوى القضائية الكثيرة التي يواجهها بايدن وترامب عفوا ولكننا ننظر الى الارقام وهذه الارقام يعني اغلبية الجمهوريين لا يؤمنون حتى بان ترامب مذنب وحتى لو تمت اذنته سوف يصوتون لصالحه تفسيرك لهذا ان احد الامور التي يقوم بها المحتلون والطغاة المحتملون وقد قال دونالد بما تنبأت انه سيقول منذ تسع سنوات اي انه يريد ان يصبح ديكتاتورا وليس رئيسا للولايات المتحدة هو انهم يقودون الشعب الى غض النظر والى الغاء شكهم المتأصل ودونالد بارع في ذلك وانا معجب بمهارة المحتلين في هذه الامور لكن بيانات الاستطلاعات علما بانني لا اثق بالاستطلاعات كثيرا فهي تظهر انه اذا ادين ترامب في اي تهمة فان جزءا كبيرا من الدعم الجمهوري والدعم من المستقلين سيتراجع تحت الدستور الامريكي ليس هناك ما يمنع رئيسا للجمهورية ادين بجريمة ويقضي عقوبته في السجن من ان يؤدي مهمه كرئيس للولايات المتحدة وغيبريل نعود طبعا الى نقطة شعبية ترامب وهو يتحدث خارج سياق السياسيين كما ذكر جون سياسيين في واشنطن هذا يعطيه قوة لان يبدو بان بقية الامريكيين الذين لا يعيشون في واشنطن العاصمة غاضبين من هؤلاء السياسيين هم كذلك وذلك لانهم يتصورون بان ترامب يقول لهم الحقيقة حتى ان كانت الحقيقة لا تعجبك او انها فوضوية ومبتذلة فهو يقول الحقيقة اما خارج واشنطن فان الجميع يعتقد انه في كل مرة لاستمع الى سياسي يلطف الحديث ويركز على رسائل محددة لكنه لا يخبر الحقيقة الصعبة او الامور الفوضوية اذا هناك الثقة ان ترامب دائما ما يقول ما في ذهنه ونرى ذلك في فعاليات التجمع الحاشدة حيث يصرح بامور جدلية واستفزازية والشعب يحب ذلك لانهم يعتقدون بانها تعبر عن الحقيقة وبرأي ان الصفة الوحيدة في السياسة الامريكية التي يمكن ان تنجح او تسقط مرشحا ما هي تصور الاصالة وهل المرشح يكذب عليه اعتقد انه في سباق 2016 بين هيلري كلينتون وترامب كان هذا السؤال الذي فرق بين الاثنين هيلري كل شخص حتى من جهة الحزب الديمقراطي لم يثق بهيلري اعتقدوا بانها مؤهلة او كانوا مع السياسات التي اقرتها لكنهم لم يثقوا ابدا بما كانت تقوله لجهة ترامب اعتقدوا ان العكس كان صحيحا فهم لم يحبوا بعض الامور التي كان يقولها او بعضا من سياساته لكنهم كانوا يثقون بدقة اعتقاداته وطبعا سوف نتطرق الى السياسيين في واشنطن الى وجوه تقليدية مقابل وجوه شعباوية تحديدا في الكونغرس الامريكي لكننا الان نتوقف مع فاصل قصير من بعد نعود متابعة هذا الحوار اهلا بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن تزايد تأثير ترامب على الحزب الجمهوري بدى واضحا من خلال استقالة او تقاعد وجوه جمهورية تقليدية في الحزب وبزوغ نجم وجوه شعباوية داعمة للرئيس السابق وتزايد نفوذها خاصة في مجلس النواب نشاهد معنا اشتركوا في القناة 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 بل يغشون بالعقود والوعود هناك قرارات قضائية عديدة اشتركوا في القناة 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 عن رئيس الجمهورية ومدة الأعضاء هي لمدة ست سنوات إذن يمكنهم التعامل مع ترامب بطرق غير متوفرة في مجلس النواب والمستقلون يملكون علامتهم الخاصة وهم موجودون منذ وقت طويل مع ذلك أعتقد أن ماكونيل كان له قراءة صحيحة للوضع أي أنه لا يمكن أن تكون في حرب مع ترامب وأن تكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في الوقت نفسه ولا يمكن أن تحارب من أجل أمر ما كما كان يفعل ماكونيل قبل أن يغادر وهو التمويل لأوكرانيا وهذا الإرث الذي يحارب من أجله غير أن هناك بعض الأعضاء الذين لا يوافقون الرأي بينما هو يحاول أن يتم الأمر سنرى كيف ستأول الأمور مع ترامب فقد كان هناك جون مكين الذي اشتهر بمحاولته قتل مبادرة أوباما كير من سيكون السيناتور الذي سيقوم بمثل هذه الأمور الآن لكني أقول إن القائدين المرشحين في منصب ماكونيل كورنين وثون لديهما مشاكلهما الخاصة مع الرئيس ترامب وبينما يدعمونه الآن فهم قد تحدثوا عن تحفظات عديدة في مناسبات مختلفة وديفد جون ذكر اسم كنت أريد أن أذكره في مقاربة أخرى جون مكين السيناتور الجمهوري الراحل فعليا مكين عندما ترشح للرئاسة اختار نائبة له هي سارة بيلن حينها كان هناك هذه الضجة الكبيرة حول بيلن وهذا أيضا الدفع الذي تمثل بحزب الشاي اليوم هناك ماغا وهو ربما يقول البعض بأنه امتداد لحزب الشاي نراه اليوم كيف تقرأ اليوم هذا المشهد في الحزب الجمهوري إن سارة بيلن التي اتضح بأنها لا تعرف أي شيء فعليا وهنا تشبه دونالد ترامب كثيرا قد أثارت مشكلة مؤسفة بين الجمهوريين ألا وهي أن هناك عددا من القادة الرسميين غير المهتمين بالحكم ويؤمنون بالمؤامرات المجنونة وهم غير مطلعين لدرجة لا تصدق حتى على أبسط الأمور التي يجب أن تكون متوفرة لكل من تخرج من الثانوية هناك عدد من الأشخاص الذين كتبوا عن هذا النوع من المقاربة التي تسمى بنهج الغباء وأعتقد أنها مشكلة حقيقية جوهرية الحزب الجمهوري ولسنوات عديدة كان حزب الأفكار الجديدة وبغض النظر عما إذا كنت تحب هذه الأفكار أم لا فهناك وصفة سياسية للأمور ما نسمعه الآن من ترامب هو الولاء لي افعلوا ما أريد أن أفعله الانتقام لا يمكن أن تكتبوا أي شيء عني ما لم أوافق عليه هذا ما قاله مرات عديدة هؤلاء هم أشخاص كما قال ردني ذاك اليوم لا يؤمنون بالدستور الأمريكي بعد الآن يؤمنون بترامب الذي يسمي نفسه المخلص إذ يبيع الأناجيل باسمه وهناك العديد من الأشخاص الذين يشترونها وهو يشير إليهم قائلا أنا أحب الأشخاص غير المتعلمين فهم لا يفهمون بأن هذه ليست مجاملة وغابريل طبعا نتحدث عن أسماء كثيرة من القاعدة التقليدية للحزب الجمهوري ذكرنا جون ميكين كان لديه علاقة متوترة للغاية مع ترامب لأن ترامب هاجمه أيضا مايك بانس نائب ترامب اليوم يرفض تأييد ترامب لمنصبه نرى هذا التجاذب ثم نرى هذه الأرقام كيف نفسر هذا التضارب أعتقد أن هناك العديد من الجمهوريين الذين كانوا يفضلون ميكين أنا عملت معه وقد أحببته كثيرا كما عملت مع ترامب ومن مختلف أطراف الحزب السياسي وأعتقد أن العديد من الجمهوريين يقدرون أوجها مختلفة لكل من هؤلاء المرشحين إذا ما نظرنا إلى سياسة الأمن القومي فهي متمثلة إلى حد ما فكلهما يرغبان بإجراءات أقصى حيال الصين ونفس السياسات تجاه إيران وإضعاف النظام الإيراني وإذا ما نظرنا إلى السياسات الداخلية وجهة نظرهما للقضاء أن يكون هناك محافظون في المحكمة العليا أن يكون هناك تدخل حكومي محدود هناك الكثير مما يجمعهما أكثر مما يفرقهما علما بأن الإعلام والسياسيين أنفسهم يركزون على الفروقات كثيرا غير أن الجمهوريين يقدرون الأشخاص الذين يستطيعون حشد السلطة أو الوصول إلى السلطة أعتقد أن هناك وجهة نظر في الحزب الجمهوري يمكن أن تكون محقا لكن إن كنت محقا وخسرت الانتخابات فهذا لا يهم في الحقيقة إذن واجه الجمهوريون هذه المشكلة مع كل من ماكين ورومني حين خسر الانتخابات الرئاسية ترامب نجح في انتخابات 2016 وهنا قرر الحزب دعم الأشخاص الذين يمكنهم الفوز لكنه خسر في 2020 وكان هناك عدد من الجمهوريين الذين تحدوه في الانتخابات قائلين بأنه الأضعف للفوز في الانتخابات التمهيدية لم يركزوا على ذلك بقدر ما اعتقدت أنه كان ينبغي أن يفعل ذلك لأهدافهم الاستراتيجية لكن الجمهوريين يملكون ذاكرة ضعيفة في بعض الأحيان إذ يركزون على قائد جديد على افتتان ما أعترضوا على ما قاله الضيف الآخر أن الجمهوريين هم الأغبياء إذ إن هناك العديد من السياسيين الأغبياء من الحزبين في كل جزء من العالم وهذا ليس بأمر فريد للحزب الجمهوري هذا ما قد أقوله وربما نتحدث عن بعض الأسماء لكن أولا نتوقف مع فاصل الأخير من بعد نعونا بتبعات هذا الحوار أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج تقرير واشنطن ترامب بدأ مسيرته كرجل أعمال روج لمشاريعه من الفنادق إلى ملاعب الغولف مرورا ببرنامجه الشهير The Apprentice غير من انتسابه الحزبي خمس مرات منذ العام 1987 فمتى قرار دخول معترك السياسة؟ تقرير ثم نكمل هذا الحوار أحضر عبر في القسم الأخير احصلون بالمهاب بين ليس ك builder أحصل على معه أحصل على معه أحصل على معه أحصل على معه أح occurring أحصل على أحصل لل غن cancel أحصل على أفر autour مرحبا. مرحبا. ومالك الكثير من المجتمع في المنزل هذا ليس للم مابا. أنا لا يشعرون المسادي من يوم. من يوم، ومن يوم؟ ومن يوم؟ أممم مهنة؟ أنا أقوم بالقام to demand the president of the unitedesi and we are going to make our country great again ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلف كابن ميكارثي مقعد رئاسة المجلس قد يكلف مايك جونسون اليوم مع تهديد مارجري جرين بأنها سوف أيضا تسعى إلى خلعه من منصبه يعني اليوم هذا المقعد لم يعد لديه التمثيل الذي كان يمثله في السابق أليس كذلك؟ ذلك لا يغير لأنهم لا يملكون الأصوات فقد تراجعوا إلى 216-217 صوتا لديهم أعضاء في المجلس وهم جمهوريون يستقيلون كل الوقت من ضمنهم كيفين مكارثي عنى مكارثي من انتخابات مخيبة للأمال لقد حصلنا على الأغلبية لكن الأمور لم تكن كما اعتقدنا ولم تكن هناك طريقة متناسقة وهذا يحصل منذ 2010 حين ظهر التي بارتي لما يرمز إليه الحزب الجمهوري خصوصا في أمور رئيسة مثل السياسة الدولية أعتقد أنهم يتوافقون عموما على المسائل الضريبية لكن فيما يتعلق بالإنفاق هذا أمر مختلف يريدون الإنفاق في مقاطعاتهم لكنهم لا يريدون الإنفاق في أي مكان آخر وعندما تكون لديك أغلبية بسيطة من دون أجندة متناسقة وتحاول اختيار الرئيس المقبل مع دونالد ترامب فأنت تتوقع المساعدة من ترامب لكي يقود الطريق لكن ترامب مشغول في مواجهة كل هذه الملفات القضائية ولم يدخل نفسه سوى على موضوع الهجرة ومعظم السياسات التي يتناولها مجلس النواب وهو أمر قد يكون لصالحه ثم هناك مشكلة مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الديمقراطي أيضا بأغلبية بسيطة ولدينا رئيس جمهورية ديمقراطي إذن ليس هناك الكثير يستطيع أن يقوم به الجمهوريون خارج مجلس النواب فيما يتعلق بالسياسات ما حصل هو أن مايك جونسون بسبب الوعود التي قام بها كيفين مكارثي للجنة القواعد فقد اضطر لاستقدام عملية تتطلب دعم الأغلبية من الديمقراطيين ودعم أكثر من نصف الجمهوريين لكي يتم إقرار أي شيء وهذا ما يضع رئيس مجلس النواب في وضع حرج المفارقة هنا أنه بسبب عدم حصول الجمهوريين على أغلبية عالية فهم لن يقروا تشريعات محافظة قد تغضب الناخبين المعتدلين لأنهم لا يستطيعون إقرار أي شيء وهذا ما يفيدهم على المدى الطويل وديفيد أعود معك إلى شخصية ترامب التي عرضناها في التقرير السابق وهذا التدرج في حياته تحديدا حياته السياسية هو ليست المرة الأولى التي يترشح فيها في العام 2015 هو تحدث عن ترشحه أكثر من مرة ولم يكن ينتمي للحزب الجمهوري في بداية أيضا حياته وغير هذا الانتماء اليوم هو يلعب هذه اللعبة بشكل ماهر جدا هل تعتقد بأنه اليوم فعلا يمثل القيم التي تحدث عنها جون عن الحزب الجمهوري تحديدا لا أعتقد أن سبب رؤية هذه الحرب وسط الحزب الجمهوري هو أن ترامب لا يمثل قيم هذا الحزب كان دونالد يؤمن برعاية صحية شاملة من دون أن يدفع الأفراد أي شيء وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الحزب الجمهوري إن دونالد يمنح الزوج، الزوجة كل أنواع الاستخدامات التي تتضارب مباشرة مع وجهة نظر الجمهوريين لكنه عندما رأى فرصة للترشح اعتمد ما ظن بأن الشعب يريده وهذا ما يقوم به الفنان المحتال يعرف ما ترغب في سماعه ويقدمه إليك وقد ذكر جابرييل أمرا لا أريد أن أعطي الانطباع أن كل الجمهوريين أغبياء فهذا غير منطقي لكن هناك مجموعة جوهرية من الأشخاص الذين يناشدهم دونالد والذين لا يتمتعون بمهارات فكرية أساسية دونالد يستفيد كثيرا من هذه الحقيقة المريعة في أمريكا أكثر من نصف البالغين الأمريكيين يقرؤون بمستوى طفل بعمر الثانية عشرة أي في الصف السادس هناك تراجع خطير في القدرات الفكرية في هذه الدولة ودونالد استفاد أو استغل ذلك ببراعة وفي إدارته المقبلة ما هو وعده؟ الانتقام سحب حقوق الناس تجميع الناس باستخدام الجيش هذا هو المستقبل الذي يعيد به هذا ليس ما كان يمثله الحزب الجمهوري أي الحرية والاستقلالية هو يعارض أوكرانيا ويريد الدكتاتورة بوتين أن يحتل أوكرانيا هذا ما كان يعد كارثيا للجمهوريين قبل ترامب وغيبريل أنتقل إليك لأني أريد أن أستغل وجودك معنا أيضا بناء على خبرتك في إدارة ترامب أنت كنت المستشار أيضا لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق هناك هذه السمعة التي يتمتع بها ترامب أنه لا يستمع إلى القيادات العسكرية في إدارته لم يستمع إليها اليوم ينتقد رئيس هيئة الأركان المشتركة بشكل السابق بشكل كبير في المواضيع العسكرية مواضيع السياسة الخارجية هناك كان دوما تخوف من أنه سوف يذهب إلى تويتر ويعلن عن عمليات أو انسحاب من أمكنة معينة من دون الاستشارة أو الحديث مع المستشارين هل لمست هذا في خلال عملك في إدارة ترامب؟ أنا لم أر ذلك بهذه الطريقة شاركت في العديد من الاجتماعات حيث استمع إلى المستشارين وأخذ بنصائحهم إنهم مستشارون لم يفوزوا بأي انتخابات إذن لا يستطيعون أن يضعوا السياسة إن الرئيس هو الذي يفعل ذلك فيما يتعلق بأوكرانيا لا أتذكر وجود أي حرب بين روسيا وأوكرانيا عندما كان ترامب رئيسا لا أذكر اشتياح الروسي في ظل مراقبته وأتذكر أن ذلك حصل خلال عهد الرئيس أوباما وعهد الرئيس بايدن وهما رئيسان من الحزب الديمقراطي ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يحتل بوتين أوكرانيا لأنه يدرك بأن الهجوم التالي سيكون ضد الناتو ما يريده برأيي هو ما وضع في إطار قرض طويل الأمد لا ينبغي تسديده إلا في ظروف معينة إذن هو يريد نجاة أوكرانيا أمر آخر بالنسبة إليه هو القدرة على التفاوض لو تم اشتياح أوكرانيا ليس هناك ما يتفاوض عليه ولا يوجد أي سلام ليحققه لذا أعتقد أنه مهتم جدا بأن يحرص بأن أوكرانيا تستطيع إكمال المواجهة لما تبقى من العام قد نرى الرئيس ترامب يعلن عموما دعمه لحزمة مساعدات آمل أن يفعل ذلك لكن أعتقد أن هناك العديد من المكاسب العسكرية ذكرت سوريا لم ينسحب من سوريا ولا من أفغانستان لكن استطعنا تدمير الخلافة العسكرية لداعش في الشرق الأوسط وليس لديهم أي خلافة فعلية استطعنا قتل قاسم سليماني واستعادة بعض الردع ضد إيران لذا برأيي كانت العلاقات وخاصة العسكرية أفضل مما هي عليه اليوم نعم فقد تواجه مع جنرالاته علنا في بعض الأحيان لكن إذا ما نظرنا إلى سجل الأمن القومي أمريكا أكثر أمنا اليوم مما كانت عليه منذ أربع سنوات عذرا كانت أأمن منذ أربع سنوات مما هي عليه اليوم وجزان موضوع أوكرانيا يتردد كثيرا في هذه الأيام لأننا نرى هذه المعارضة من القاعدة التي تدعم ترامب مارجري جرين مات جيتس وغيرهم من أسماء الذين لا يريدون تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا وهو تعقيبا على ما قلته حول المصاريف هذا الدفع من هذه المجموعة الصغيرة من الجمهوريين ومجموعة أخرى طبعا لا تريد أن تدفع المزيد على السياسة الخارجية وتخصص هذه الأموال على السياسة الخارجية في عهد هاسترت رئيس مجلس النواب السابق كان هناك قاعدة كان دديك طبعا تأثير كبير في كتابتها تسمى بقاعدة هاسترت في مجلس النواب حيث يتم جمع أصوات الجمهوريين حينها ولا يقدم مشروع معين من دون دعم هؤلاء الجمهوريين هل تعتقد بأن هذه اليوم قد تنفع قاعدة من هذا النوع؟ في السابق كان لدينا قاعدة أو توجيهات أنك لا تريد أن تزعج باستمرار أغلبية أغلبيتك لكي تبقى في منصب رئيس المجلس أعتقد أنه في بعض الأحيان يجب أن تتخطى هذه القاعدة للقيام بما أعتقد أنه الصحيح للبلاد وأعتقد أن الشعب يريد أن يرى حلا يريدون أن يحل السلام في أوكرانيا لا يريدون حربا لا نهاية لها وأعتقد أن ما يجب أن يدركه الجمهوريون هو أنه عندما نتوصل إلى السلام من خلال القوة ومن ثم تحاول التوصل إلى اتفاقية السلام لكي تتوقف الحرب بسبب مقتل الناس وأننا لن نستطيع إطاحة بوتين لن نستطيع تغيير نظام بوتين إذن ما هي الطريقة لكي نصل إلى اتفاق سلام لكي تنال أوكرانيا السلام الإقليمية وفي الوقت نفسه نوقف الحرب وقتل الناس أعتقد أن الحزب الجمهوري يجب أن يركز على ذلك إن الرسالة التي قدمها البعض في السابق كانت يجب أن نوافق على حزمة المساعدة هذا لأنها تفيد صناعة الدفاع الخاصة بنا لا أعتقد بأنها رسالة جيدة أعتقد بأنها ساخرة وأعتقد أنها لا تعجب الناخبين لا يريدون رؤية قتل إلى مال نهاية بل يريدون إيقافا للحروب وسيكون من الجيد إن قام ترامب بالقول هذا ما يجب أن نفعله للتوصل إلى اتفاق سلام ويجب أن نوقف الحرب لأنها لا تفيد أوروبا أو أمريكا فهي لا تفيد العالم بسبب كل ما يجري إن أوكرانيا هي سلة الخبز للعالم وكل ذلك قد أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم إذن أعتقد أن هناك طريقا أعتقد أن برنامج القرض ليس بمقاربة سيئة لأنهم يحصلون على المال لكن في الوقت نفسه يجب أن يتوصل إلى اتفاق سلام وبرأيه يستطيعون أن يقوموا بذلك وديفت سؤالي الأخير لك قبل أن نختم هذه الحلقة توقعاتك في هذا الموسم الانتخابي تتوقع أن يفوز ترامب؟ لا أتوقع أن يفوز دونالد بالأصوات الشعبية أعتقد أنه سيخسر بفارق عشرة ملايين صوت على الأقل لكن هذا لا يعني بأنه لن يصل إلى البيت الأبيض نحن ننتخب من خلال الكلية الانتخابية أو المجمع الانتخابي وهو يجب أن يفوز بستة عشرة ولاية في الغرب والجنوب ليعود إلى البيت الأبيض إن الديمقراطيين الذين يملكون تاريخا طويلا من التواصل السيء كما نقشنا وتحقيق الخسارة من فم الانتصار يجب أن يركزوا على هذه الولايات وعلى تسجيل الناخبين وإيصالهم إلى صناديق الاقتراع للأسف من الواضح أنهم ينوون التركيز على إنفاق مبالغ طائلة على إعلانات تلفزيونية والتي تؤثر حقيقة في التصويت والآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام جابريال مورونا المستشار الخاص السابق لوزير الخارجية مايك بومبيو في عهد ترامب أشكر أيضا جون فيري المتحدث السابق باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري دانيس هاسترد والخبير استراتيجي في الحزب عبر زوم كنت معنا ديفيد كي جونستن الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بولتزر للصحافة والأستاذ المحاضر في جامعات سيراكيوس ومؤلف كتاب صناعة ترامب شكرا لوجودكم معنا مشاهدين شكرا لكم للمتابعة نلقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج تقرير واشر اشتركوا في القناة